السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلنا عزانا متابعي قناة أسرار التوفل في كل مكان ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد نحاول دائما أن نقدم لكم كل ما هو جديد ومفيد فمن أراد الاستفادة أكثر عن طريق الدروس الخاصة للتوفل أو اللغة الإنجليزية نرجو التواصل معنا عبر حسابنا الموجود في الكومنت الأول حسابنا في تطبيق التليجرام طيب نستكمل الآن من حيث ما توقفنا في الفيديو السابق حرف الدي لا يلفظ حرف الدي إذا جاء قبل حرف الان مثل وينز داي وينز داي معناها يوم الأربعة فحرف الدي هنا يعتبر silent إذا وجد حرف الدي في الكلمة فإنه ينطق ما بين الفتح والكسر bad bad tend لاحظوا ما نقول bad أو tend بالكسر لا bad خفيفة إذا كان حرف الدي مضعفا أو إذا كان حرف متبوعا بحرف a فإنه يلفظ كحرف الياء tree هنا كأنه في كسرة tree deep please seat في جميع الأحوال نلفظها كأنها مكسورة dead bread لكن هنا حالة خاصة يعني لكل قاعدة شواذ فهذه تستثنى من هذه القاعدة dead bread ما نقول deed أو breed لا غلط وكما تعلمون هذه هي قواعد اللغة الإنجليزية البسيطة تعتبر فمن أراد أن يطلع على بقية القواعد قوموا بإيقاف الشاشة واستكملوا بقية القواعد طيب نذهب الآن لشرح قاعدة أخرى لفظ الحروف المركبة الحرف المركب هو الحرف الذي يكون مكون من أكثر من حرف معا وتلفظ بطريقة جديدة طبعا حروف اللغة الإنجليزية أددها 26 حرف فهناك أحرف غير موجودة في اللغة الإنجليزية مثل حرف الشين وحرف الش فنضطر إلى إضافة حرفين أو أكثر لإيجاد هذا الحرف الغير موجود مثل كلمة شيب الاس مع اله تنطق ش فنقول شيب معناها خروف السي مع اله تنطق ش chair البي مع اله تنطق حرف الف elephant التي واله تنطق ذا أو ثا the tooth لاحظ the tooth التي والآي 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 تنطق شن information 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 معلومات أز اللاعفovan الاس والآي 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 والإن تنطق dude television television تنطق television أخر وحدة تنطق chur future 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 مستقبل إن شاء الله سوف نأخذ آ مواضيع قراءة وسوف تمر علينا هذه الأحرف المركبة وإن شاء الله بذن الله تعالى سوف تكون بسيطة وترسخ هذه المعلومة وهكذا نكون انتهينا من الفيديو الخاص بهذا اليوم نراكم في فيديوهات أخرى ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس للحصول على آخر الدروس في هذا القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته